فن نحتي على الخشب من الفنون التي اندثرت في العراق بالوقت الحالي وتحديدا في العاصمة العراقية بغداد لكن النجار حسين الذي يعمل في هذه الحرفة منذ عام 1951 يعبر عن شغفه بهذه المهنة التي امتهنها منذ صباه وصفا إياه بالدم الذي يجري في عروقه المشروع الفني قلت ايدي العاملة به بدأت ايدي العاملة بدأت تختفي من عنده لانه اصبع الشغلة مو شغلة عادية شغلة فنية بعثة وبنفس الوقت اصبح يعني العامل ما انه يعني اصبح مكلف ولكننا نشتغل بالعراق على الصيغة هذه وعلى الشيدة الشوفة انته يعني اصبح مكلف اليوم صالي 65 سنة بالوصلحة وعراقي وأتحسس بأي نوع من المدين النقش اللي يتحسس بيه بلدنا وشعبنا وعاداتنا وتقاليدنا يعني اكثر الحالة اللي نوفرها هي اللي ما يتمتع بها الفرد العراقي والفن الذي ينبض بروح العراق وشعبه وعاداته وتقاليده ويؤكد حسين انه يستطيع ان يصنف كل انواع الخشب مثل خشب الزان والبلوط والسويد وغيرها من حيث الجودة والنوعية وتحمل القطعة الخشبية لمراحل النحت كما يستطيع تصنيفها من خلال اشكالها من سنة الواحد وخمسين صانع نجار حد الآن زي الوعلاء غير الشغلة ما ميشتغل فكل شي اللي موجود بالخشب هو يجرب دم وكل اصناف الخشب مستعد اصنف الكياهة يعني اصنف الكياهة بالجودة بالنوعية بالتأثر اللي تتأثر واللي ما تتأثر يعني الاخشاب كل هني كده نصنفها باشكالها اي قطعة من الاثاث بالبيت الا كان بيها في النقش هي تطي يعني جو خاص للبيت او للعائلة بالاخص يعني احنا هما نروح بذلك النقش العميق زايد نروح بالكلاسيك تقريبا ما ردي نقول نقش اكثر من اللازم هو عميق لا عشي الكلاسيك واللي راد عمل دقة اكثر وتقنية اكثر هم موجود هم ما احنا نقوم به ويرى حسين ان اية قطعة خشبية من اثاث البيت تضفي نوعا خاصا من الجمال والاناقة اذا احتوت على احد من انواع النقش النعم اشتركوا في القناة